هذه هي الطريقة الصحيحة لإضافة المعلومات الضربية على حساب العوائد حتى تأتيك أموالك كل شهر ويتم حل مشكلة تعليق الأرباح سواء على حسابك الفيسبوك بالوضع الاحترافي أو على الصفحات المربوطة بحساب عوائد الخاص بك. أول خطوة ندخل إلى حسابنا على الفيسبوك نضغط هنا على عرض لوحة المعلومات الاحترافية هنا نمرر إلى الأسفل ونضغط على عوائد لأن أغلب الناس المستخدمين على فيسبوك لديهم حسابات عوائد لكن مشكلة المعلومات الضربية تواجه أي شخص قام بإنشاء حساب عوائد من جديد أو لديه حساب عوائد قديم. كما تلاحظ هنا صلاحية أرباحك من مكافأة أداء فيسبوك على وشك الانتهاء أكمل إعداد حساب العوائد الآن أو قبل 30 نوفمبر لتمكن من استلام أرباحك من مكافأة أداء فيسبوك. هنا يجب أن تقوم بهذه الخطوات التي سوف أشارك معك في هذا الفيديو. قبل أن نبدأ لا تنسى اللايك لهذا الفيديو ودعمنا بالاشتراك حتى نقدم دائما الجديد. هنا نضغط على إكمال الإعدادات وهنا يجب كتابة الاسم الأول القانوني بشكل صحيح كما هو موجود عندك في البطاقة الشخصية وهنا اسم الأب القانوني لا مشكلة إذا أضفنا اسم الأب أو لم أضفه وهنا الاسم العائلي القانوني وهنا تاريخ الإزدياد وهنا العنوان الأساسي وهنا المدينة وهنا المقاطعة هنا الرمز الباردي وهنا رقم الهاتف وهنا حسابك على الجميل حتى تأتيك الرسائل. وهذا هو الأهم التئين وهنا في التئين يجب إضافة إما رقم رخصة السياقة أو جواز الصفر يعني رقم جواز الصفر أو رقم البطاقة الشخصية أو البطاقة الهوية الحكومية. يعني في أي بلد لديك بطاقة حكومية أو بطاقة شخصية فرقم هذه البطاقة يجب إضافته هنا وهذا الرقم يوجد فيه أحرف كبيرة أو صغيرة وأرقام ويجب أن يكون أكثر من تمانية أرقام وحروف. نضيف هنا التئين يعني رقم بطاقة الشخصية أو جواز الصفر أو رخصة السياقة. وهنا من خلال تحديد المربع أقر بأن رقم أرقام التعريف الضريبية الذي تم إدخاله في هذا الدفق حقيقي وصحيح وكامل وتم إصداره للمالك المستفيد. وأنا مفوض بالتوقع نيابة عن المالك المستفيد أوافق على كذا كذا. يعني هذه المعلومات أنها صحيحة كما توجد لديك في البطاقة الشخصية الموجودة في بلدك. وبعد إدخال هذه المعلومات بشكل صحيح هنا نضغط التالي أو نيكست يعني حسب لغة الهاتف. وهنا يقتلح علينا إما أن تقوم بتحويل بانكي من خلال 25 دولار أو هنا تحويل بانكي يجب ربح ما لا يقيل عن 100 دولار أو تحويل عن طريق حسابك البايبال. أنا سوف أختار 100 دولار يعني ألف درهم مغربية. وهنا فقط نكتفي بإدخال السويفت كود الخاص بحسابنا البانكي. وهنا رقم الحساب المتكون من 24 رقم يعني الريب لأن المعلومات الأخرى أدخلنها وفيسبوك آت بها بشكل صحيح. وبعد إدخال السويفت كود ورقم الحساب هنا نضغط على ربط طريقة تحصيل العوائد. وهنا يجب الانتباه إضافة المعلومات الضريبية. يجب إضافتها بشكل صحيح حتى لا يتم اقتطاع 30% أو 34. لأن بعض الدول العربية لديها معاهدة ضريبية مع أمريكا وهنا يتم اقتطاع 0%. نضغط على إضافة المعلومات الضريبية. وهنا نقوم بتسجيل الدخول إلى Tax Information حتى نقوم بإضافة المعلومات الضريبية. بعد إضافة رقم الهاتف أو حساب Gmail وال Password نضغط متابعة بإسم الحساب أو الميرف الشخصي. نضغط مرة أخرى حتى نعطي الصلاحية لTax Information. سوف تظهر معنا هذه العلامة لكن ننتظر قليلا سوف يحولنا إلى المعلومات الضريبية. وهنا نضغط على No يعني هل توجد المعلومات لديك الشركة في الولايات المتحدة الأمريكية؟ نقول لا. وهنا نضغط No مرة أخرى وهنا نضغط Next. هذه الخطوات يعني سهلة يجب الانتباه إليها. وهنا يجب عمل نصخ أو Copy لهذا الاسم بالكامل لأننا سوف نحتاجه في التوقيع. وهنا في هذه الخناء الثانية نختار البلد. أنا المغرب سوف أختار المغرب وأنت أي بلد مؤهل لتحقيق الربح أو أي بلد تاني يجب اختياره. هذه العلامة تكون باللون الأزرق. هنا نضغط عليها حتى تعطينا هذه الخناء. نضغط على آخر خناء لأنني أقول لهم البلد الموجود فيه أنا لا يوجد فيه معرف ضاربي. وهنا نضغط Next أنت فقط قم بتطبيق هذه الخطوات كما أفعل أنا. وهنا سوف يأتي بنا بالدولة والعنوان والمدينة والرمز البريدي وإلى ذلك. وهنا نضغط مرة أخرى Next أو تالي. وهنا مرة أخرى يأتي بنا بالمعلومات نضغط على Next فقط. وهنا في هذه الصفحة يجب التمرير إلى الأسفل. وهنا في الأسفل نعمل كوب بكولي للإسم بالكامل الذي قمنا بنسخه بهذه الطريقة. وإذا ظهر معك هنا هذا المربع بالأحمر فقط اضغط هنا. وقم بحذف المسافة بين الإسم. وقم بإضافة مسافة مرة أخرى. وهنا نعلم على هذا المربع. وهنا نضغط على Next أو التالي. وهنا يأتي بنا بتاريخ التوقيع. وهنا نجحت معنا إضافة المعلومات الضريبية. هذه هي المعلومات الضريبية. وهذه هي الورقة الخاصة بالمعلومات الضريبية. وجميع المعلومات التي أدخلناها موجودة في هذا الطاكس. كما تلاحظ نمرر إلى الأسفل. ونضغط على Submit Form. وهنا يجب أن تأتيك هذه الجملة باللون الأخضر. Your tax information is complete. وهنا في الأسفل نضغط على Done. وإذا وجهتك هذه المشكلة فقط قم بتحديد الصفحة. سوف أقوم بتحديد الصفحة. نخرج بالكامل من فيسبوك. أدخل مرة أخرى. نضغط على الإيقونة. نضغط على عرض لوحة المعلومات. وهنا نضغط على العوائد مرة أخرى. والآن تم إضافة المعلومات الضربية بكل سهولة وبطريقة الصحيحة. وأي أرباح لديك سوف تصلك في الوقت المحدد. هذه الإضافات تظهر معنا دائما عندما ندخل إلى حسابنا العوائد. وهنا كما تلاحظ سوف نجد كل الأرباح والدفوعات الشهرية التي توصلنا بها. أو حتى التي لم تصل إلى 100 دولار عندما تصل. سوف تصلك في حسابك البنكي عن طريق حساب العوائد الفيسبوك الخاص بك. إلى هنا انتهى هذا الشرح لا تنسى اللايك لهذا الفيديو. ودعمنا باشتراك حتى نقدم دائما الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.